متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة انا حابة شارك معاكم الفيديو ده علشان حاجتين الحاجة الاولى الناس اللي دايما بتبقى محتاجة يكون عندها كريدت تستعمل بيها فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بشكل مجاني فالموقع دوات اللي احنا كلمنا عنه من قبل هتقدر تعمل بيه فيديوهات ولكن ممكن نكون احنا مركزناش فيه على موضوع انتاج الفيديو احنا ركزنا فقط على انتاج الصور الحاجة التانية عشان تقدروا تاخدوا الكودس اللي حعرضها قدامكم دلوقتي لما نخش على موقع النهاردة اعتقد ان انتوا عرفتوا الموقع ايه هو هو موقع loveart.ai من المواقع اللي بتستخدم في التصميم وكلمت عنها قبل كده بالتفصيل ولكن النهاردة زي ما قلت لكم جاي اركز على انتاج الفيديوهات مش كل الناس معاها invitation code عشان تحصل على invitation code لازم حد يكون سجل او انضم للويتليست وده اللي حصل معاهم وبعد كده بيبتدي يخش عليه وبيبتدي يظهر له اكواد يقدر يشاركها مع الاصدقاء فانا شاركت بعض الاكواد قبل كده معاكم شارك معاكم دلوقتي الكام code اللي حيظهروا على الشاشة فتقدروا ان انتم تستخدموهم وتستفيدوا بيهم قدر الامكان واللي حيظهر له اكيد code عنده هو كمان حاول تشاركه مع اصدقائك عشان يستفيدوا ايضا بالدخول لموقع اللي بيديك حوالي 1500 1600 نقطة عند التسجيل عشان اكون واضحة معاكم انا مش قادر افهم قوي الموضوع ماشي ازاي في موضوع الكريدتس بصراحة يعني انا حاولت ان انا افهم ايه المقصود بالزبط اول ما هتخش على حسابك اعتقد هتلاقي 1600 نقطة يعني ياريت تقولولي في التعليقات لان الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لي ان انا افهم هما شغالين ازاي لما هنروح على الابجريد هتبصي تلاقي هنا ايه هتبصي تلاقي ان هو بيقولك ان انت اكتف انا موجودة في الفريق اهو في 500 كريدتس يعني 500 اكسرا كريدتس limited time bonus بتستخدم 10 agents conversation 125 تعمل صورة بجي بي تي و2000 flux images و28 clean video ده بالنسبة لي unlimited model usage ده بالنسبة للهوبي ممكن اقف على استخدام اه مثلا الصورة بتكلف قد ايه لانها بتظهر قدامي اه الفيديو بيتكلف قد ايه بيظهر قدامي انا في الانفتيشن كود انا لو انت عملت شير للانفتيشن كود برضو دي انفتيشن كودز اخرى يعني لو انت جيت عملت شير الانفتيشن كودز دي مع الفريندس او مع اصدقائك لما ييجي نيو يوزر يعمل sign up and uses your انفتيشن كود انتو الاتنين بتاخدوا ميت كريدتس فبالتالي الاكواد دي اللي بيسجل بيها بيستفيد وانت كمان بتستفيد بس انا حقيقة يعني انا كنت عايزاك وانتو اللي تستفيدوا بهذي الكودز يعني لان انا جربت بصراحة لوفو ارت كتير تستفيد بالذات الاشخاص اللي بتحتاج تعمل صور وتعمل فيديوهات ومحتاجها بشكل مجاني ممكن تستفيد من هذا النوع من المواقع زي ما انتم شايفين تعالوا بقى نشوف النتيجة اللي احنا هنحصل عليها وايه هو النموذج اللي احنا هنستخدمه وبرضو لو انت عايز تبص على الاستخدام والحساب بتاع الاستخدام دوس على العلامة دي حيدخلك على اسئلة واجوبة ويقولك هنا بالنسبة ليوسيج اجزامبل الامج جينريشن الاربع امجز بيستهلكوا كريدت سقد ايه وبيديك كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها يعني مقارب تقريبا يعني اذا ما انت شايف كلها ايه حوالي تقريبا يعني نرجع بقى نعمل نيو بروجيكت ونجرب مع بعض النموذج البعض هيعتقد اني بطول لكن انا بيجيري اسئلة بتكون ايجابتها كلها موجودة في المقدمة فقريت ان يعني نركز مع المقدمة لان فيه فعلا اسئلة ببقى انا ايلاها يعني ايلا الاجابة بتاعتها وبتتسأل ففاعد الناس بتعتقد اني بطول وانا مش بطول والله انا بديكم كل المعلومات كلها قدر الامكان وبركز على حاجات مهمة جدا جدا ممكن تخطر في بالك وانت شغال هبتدي بقى بروجيكت جديد والبروجيكت الجديد ده هبتدي اشتغل على الفيديو اتفقنا ان احنا هنا فيه insert وفيه عندنا هناه frame وعندنا video generation وimage generation انا هنا هبتدي ان انا ادوس على video generation وقدامي حاجتين قدامي ان انا ممكن اكتب الامر على طول بس لازم الاول هنا تحدد كده المكان اللي انت هتعمل فيه الفيديو اول ما بتعلم على المكان ده على طول بيظهر لك video generation لو دست على expand UI هيظهر عندك الموضل اللي هو clink 1.6 هنا ممكن تحط الوصف وده اللي انا بفضله ان انت تروح لأي نموذج من النماذج كويسة اللي بتنتج صور كويسة زي imagine 4 ultra وتنشئ الصورة وتبتدي ان انت ترفع الصورة بتاعتك وتبتدي تحركها من خلال clink 1.6 وده اللي هعمله معيكم دلوقتي هبتدي اروح على google i studio وابتدي اروح على imagine 4 ultra واحط الامر بتاعي والامر هو عبارة عن مشهد واقعي لرجل يجلس على طولة خشبية مزغرفة بالتراز الريفي مضاء بدوق شمعي دافئ طبعا الوصف ده نجي با من شات جي بي تي يعني محطة هنا باللغة العربية متعمدة ان انا استخدم اللغة العربية وعشان يبقى قدامكم التفاصيل وتقدروا كده تعرفوا هل تم تنفيذه بشكل صحيح ولا لأ ففي تفاصيل كتير اختاروا 16 ل 9 عشان عايزي بالعرض وبعد كده حدوس run ونشوف الصورة مع بعض والصورة لو عجبتني هبتدي ان انا اعمل لها download واخدها وارفعها واستخدمها على love art بصوا بقاء الجميل مشهد فائق الواقعية لرجل يجلس ومش جايب وش الرجل لان هنا التركيز على الطولة الخشبية المزغرفة بالتراز الريفي مضاء بدوق شمعي دافئ امامه طبق فخاري ابيض مزين بلمسة من اللون الازرق بصوا التفاصيل يعني انا اخد بالك انا الامر دلوقتي بكتبه باللغة العربية يحتوي على شريحة لحمة مشوية شوكة فضية بخار طارية تصاعد زي ما احنا شايفين حتى البخار باين في الصورة هياخد نفس الامر ده copy كده حطه هنا عندي وابتدي ارفع الصورة بتاعتي هنا مفيش اختيار الstandard هو بس ال high الجنريت هيستهلك قدية 72 هبتدي ادوس على الجنريت ونشوف النتيجة طبعا اول ما يبتدي يشتغل هيقولك اعمل upgrade علشان تزود الصرعة بتاعته هو اصلا مش هياخد وقت معاك كتير فهنستنى مع بعض النتيجة ونشوف مع بعض تم انتاج الفيديو تعالوا نبص على الفيديو بتاعنا هبتدي ان انا اروح هنا للتلات نقط وعمله download وحمله ونشوفه بالفول سكرين ومدته خمس ثواني زي ما انتو شايفين هو بيحاول يقطع اللحمة بالسكين بس كده يعني وادي الابخيرة متصعدة النتيجة مش بطلة اخد بالك انت بتستخدم cling 1.6 مش بتستخدم cling 2.1 انت بتستخدم cling 1.6 وبشكل مجاني وزي ما انتو شايفين مفيش watermark فدي حاجة حلوة جدا ولكن بقى هل هو مفتوح كده كل شوية هتقعد تعمل فيديوهات لا يعني انت لو جيت جربت بعدها ما تعمل فيديو انك تعمل فيديو تاني هيقولك فلازم تستنى مدة حلوة بعدين ترجع تعمل فيديو تاني وهكذا لان عليه ضغط عالي جدا جدا واغلب الناس يعني شغال عليه بموضوع الدعوة يعني واحد يخش يسجل التاني يبقى معاه دعاوي يديها لحد تاني وهكذا وبالتالي الضغط على استخدامه عالي فلازم تنتظر فترة طويلة الموضوع ما كانش يعني سهل كده ان انا اعمل فيديو تاني بعد الفيديو ده ممكن كمان بشكل سريع نختبره في انشاء الصور هروح ل شا جي بي تي امج هنا بتحط الصورة وصف الصورة ممكن تختار ستايل لو دوسنا هنا ممكن نختار من ستايلز مختلفة وفيه امج ريفرنس لو انت عايز ترفع صورة كريفرنس ممكن ترفعها من هنا وبتختار الاسبكت ريشيو بتاعتك وهنا الكواليتي لو ميديم هاي الهاي طبعا بيستهلك اكتر فهنا حيستهلك خمسين وقادي النتيجة بتاعتنا الصورة حلوة جدا 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 زي ما احنا شايفين ممكن نقف على الصورة ونقدر نحن نعمل أب سكيل للصورة عندك 2x و 3x و 4x ممكن تختار ما بين ان انت تعمل أب سكيل على الأوريجنال او ان انت تعمل انهانس منت للصورة تحسين للصورة نفسها طبعا تقدر ان انت تعمل ريموف للباكجراوند بيظهر لك شوية ادت كده احنا تكلمنا عن الموضوع ده في فيديو منفصل وبتبتدي تدوس هنا وتعمل اكسبورت وتنزله .png ده بالنسبة لي الصورة يا ريت انقلولي التجربة في التعليقات رأيكم ايه عملتوا بيه ايه وكنت بصراحة يعني الغرض الرئيسي ان انا اشارك معكم الكود الخاص بيه الدعوة في البداية عشان تستفيدوا منه واركز على استخدامه في عمل الفيديو من خلال كلانج 1.6 اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت من ننسوش تدعموني باللايك وشير وكومنت لو كنتم متابعين الاعزاء ولو كنتم بتشوفني الاول مرة منساش تعمل ساوسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته